موسيقى كنت في قلب اللدان تحت السمى الزرج جابت عيني الغطان والترعى والزرعى جابت عيني الغطان والترعى والزرعى انت الاصيلة يا مصر وكلنا عرفين انت الاصيلة يا مصر وكلنا شهدين بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله امور ويانا والعمال العمدين المخلصين والاحباب ويانا بمصر ام العالم مصر جميلة واصيلة فيها ولدي وفيها بلدي انا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي وسيدي كالفلاح واصلي فلاح وحيع الفلاح وبسدع الطيب يقول حيني الاصلاح وعمال العمدين عملوا الخذب والصيني والصيني ابويا بكل فلاح وقال لي مصر جميلة مصر جميلة اهلا بحضراتكم دولة تخذت عدد كبير من الاليات لدعم محصول الامح في الموسم السنادي منها زيادة المساحة المنزرعة واعلان السعر قبل الموسم والوصول الى 1500 جنيه للارداب ده غير طبعا المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية صحيح ده بالاضافة لزيادة الحقول الارشادية وزيادة نسبة الضغطية من التقاوي المعتمدة كل ده كان ضمن اهتمام الدولة بالارتقاء بالفلاح المصري خلينا في تفاصيل اكتر عن حصاد الامح في مصر المستهدف كمان وازي ارتقت الدولة بالفلاح اسألة كتير هنجاوب عليها دلوقتي في فقراتنا مع دكتر سيد خليفة نقيب الزراعين صباح النور صباح النور وان طيبين الله يخلي كل شعب مصر في خير وسعادة وكل فلاحين مصر في خير في البداية حابين نعرف من حضرتك ازاي الدولة المصرية ادرت انها ترتقي بالفلاح المصري ادرت انها كمان لو احنا نتكلم على موسم الامح تحديدا فكرة الاهتمام بتوريد المزارعين للامح للحكومة المصرية ده كان ليه محفزات وكان ليه خطوات كان لازم تتخذ عايزين نعرف من حضرك ايه هذه الخطوات خليني اشكر التلفزيون المصري واشكر برنامج صباح الخرية مصر المميز النهاردة عامل تغطية على حصاد الامح بكل محفزات مصر وده شيء مهم جدا ان الكاميرات والزملاء المرسلين موجودين على الارض مع اهلين الفلاحين مع موصلين وزارة الزراعة بينقلوا صورة حقيقية وواقعية لزراحة الامح وانتاج الامح وحصاد الامح والتحديات اللي بتوجههم والدولة عملت ايه لهذا المحصول من خلال كاميراتكم اللي النهاردة مغطية تقريبا كل محفزات مصر وده شيء كلنا بنقدره وشيء كلنا بنأكد عليه لان دايما الصورة على الارض هي الصورة الحقيقية اللي بنقلها الاعلام من خلال اهلين اللي موجودين على الارض المحصول الامح السنة دي العام الماضي كان فيه تحديات وقت محصول الامح السنة دي المساحة المزروعة من الامح حسب الارقام الرسمية الحقيقية تقريبا حوالي ثلاثة واثنين من عشر مليون فدان فيه زيادة تمت من خلال المشروعات الجديدة من خلال الدلتة الجديدة مستقبل مصر مساحات في توشكة السنة دي كان الحكومة في بداية موسم الزراعة في شهر 11 قدت قرار وزارة تموين الزراعة ان توريد سعر الارضب بها يكون 1000 جنيه وبدوا اهلين الفلاحين يزرعوا وبعد فترة تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفلاح ووجه بزيادة حافز التوريد للامح ووصل 1250 ثم تدخل مرة اخرى قبل موسم الحصاد الحالي ووصل الى 1500 جنيه للارضب مقارنة بالعام الماضي كان اعلى سعر 850 جنيه للارضب هنا فيه فرق كبير ما بين 850 العام الماضي و 1500 تدخل السيد الرئيس برضو كان لمصلحة اهلين الفلاحين السنادي في نقطة مهمة جدا السنة اللي فات كان الحكومة وزارة تموين خدت قرار ان التوريد يكون اجباري للامح تدخل السيد الرئيس السنادي لا التوريد اختياري وليس اجباري ودي نقطة مهمة جدا عشان نتكلم بصراحة لان اهلين الفلاحين دايما والمزارعين بيكون فيه مرونة وبالتالي لما انت كحكومة بتاخد قرار اجبار بيوبى فيه صعوبة وبالتالي القرار السنادي ان توريد القمح اختياري حتى من خلال رصد كاميراتكم النهاردة اللي كل الشعب المصر بيتباحها شايفين قدي الاقبال على توريد الامح في الصوامع العربيات واقفة طوابير كل المؤشرات حتى الان لتوريد الامح مؤشرات جيدة السيد وزير التموين كان عامل ومتمر صحفي طيب قبل بس ما نروح لنقطة تانية احنا بنتكلم في النقطة تي تحديدا تحديد سعر الاردب انه وصل لالف ونصف الفلاحين مبسوطين اه 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 اجزية معاهم تصوري 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 وبنوكة نظري وانا فلاح لا سعر مجزي سعر مرضي لان انت لما تيجي تقارنه بالبورسة العالمية النهاردة تقريبا سعر الطن حوالي 360 دولار يعني تقريبا الطن بحوالي 10.000 جنيه لما تحسب الاردب 150 كيلو في 6 اردب يعني الطن تقريبا بحوالي 1000 جنيه تقريبا نفس السعر بتاع الاسعار العالمية بجانب ان كمان الاسعار العالمية فيه تكاريف نقل فيه نولون فيه شحن وبالتالي لا سعر مرضي وده هنا قرار جيد من الحكومة ومن السيد الرئيس ان انا بدعم الفلاح بتاعي بدعم المواطن المصري بدعم الفلاح عشان ياخد عائد مجزي من محصوله وبالتالي صحيح يعني عشان نعمل كده اصلا لازم نعمل دراسة في الاول بداية زراعة المحصول ده هتكلف الفلاح هتوقف عليه بقدي ايه عشان نشوف اه عشان يجيب اللي هو صرفه وفي نفس الوقت نطلع هيا مش ربح محترم صحيح هو يمكن الحكومة لما قالت في الاول الف جنيه قبل زراعة الموسم الحالي كان دراستها اسعار السوق بتغير مستلزمات الانتاج بالزيد وبالتالي تحتاج انت كل فترة تطور دراستك بما يعني تقتضيه الحاجة لمستلزمات الانتاج بدأت تزيد وبتضعف وبالتالي لابد انت حتى لما تاخد قرار لتحديد الاسعار بتدرس السوق وتدرس المتغيرات المستقبلية في السوق ودي خطوة جيدة من الحكومة وبنشكر السيدة الرئيس عليها لدعم الفلاح المصري لانه مهم جدا ان انا اخد منتجاته زي البورصة العالمية عشان اقدر اوفر حياة كريمة للفلاح هو كمان واسرته ده جهد مشكور من السيدة الرئيس ومن الحكومة طيب يفند من اكبر التحديات اللي كان بتواجه المزارعين وقطاع الزراعة يعني بشكل عام بفكرة القفات ولو هنتكلم عن القمح فهي جودة التقاوي كمان ايه اللي حصل في النقطة دي تحديدا بشكر حضرتك على الطرح ده لانه كان من ضمن توجهات السيدة الرئيس انه يقبى فيه عندنا برنامج قومي لانتاج الحبوب وتقاوي المحاصيل الستراتيجية المحسنة احنا كان نسبة التقطية من التقاوي المحسنة الموسم الماضي 45% من اجمال المساحة وتقريبا حوالي 55% بتزرع من التقاوي القديمة اللي موجودة عند الفلاحين وبالتالي دي انتاجيتها بتكون اقل السنة دي وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بزلوا مجهودات كبيرة مع القطاع القاس ما ننسلاش دوره في انتاج التقاوي المحسنة وصلت نسبة التقطية حسب الارقام والتصريحات التي طلع من وزارة الزراعة حوالي 75% وده نسبة عالية ونسبة كويسة جدا عن السنة اللي فاتت نأمل ان الموسم اللي جاي تكون التقطية 100% بمجهودات وزارة الزراع وبركز البحوث اللي هي بتحسن هذه الارقام دي بتدينا اضافة في الانتاجية متوسط محصول الفدان كان الموسم الماضي متوسط عام على مساوي الجمهورية من 15-18 اردب للفدان نأمل السنة دي المؤشرات الاولية كلها بتقول هنوصل من 18 الى 20 متوسط عام في بعض الحقول بتجيب 26-25-27 انما متوسط عام على مساوي الجمهورية نأمل ان هو يوصل من 18 الى 20 وده نتيجة الزيادة في التقطية بتاع التقاوي المحسنة لان كل مزرع تقاوي محسنة هدى حضراتكم مثلا انا لو عندي الفدان بيجيب 18 اردب وعندي صنف هيزود لي اردب واحد في الفدان اضراب الاردب ده في 3 و 2 من 10 مليون فدان هيعمل معايا زيادة قد ايه في الانتاجي بجانب بعد اهم جدا وانتو تناولتوه في التقرير وفي التقطية النهاردة اللي هو السوامع التخزين احنا كان اكتر صغة اعلى سعة تخزينية عندنا في مصر لغاية 2015 حوالي مليون ونص او 2 مليون طن ما نقدرش نخزن وعشان كده كان الاحتياط دايما اقصى حاجة يكون عندك ثلاث شهور لان ما عندكش كباسة وما عندكش وسائل تخزين عالية النهاردة تقريبا عندنا حسب تصريحات وزارة التموين عندنا نقدر نخزن لغاية 5 مليون طن شوف الفرق من 1 ونص او 2 الى 5 مليون طن في 8 سنين دول سعة تخزينية للامح وما تقدرش تفصلي ده عن انتاج الامح لان انا لابد لما اتكلم على انتاج بتكلم على ساعة تخزينية بتكلم على وسائل امان داخل الساعة التخزينية عشان فيه نسبة فاقت النهاردة لما نتكلم على الفاقت إثناء عمليات الحصاد إثناء عمليات الدراس إثناء عمليات النقل إثناء عمليات التخزين دي كانت تصل من 10 الـ 15% النهاردة هذه النسبة قلت يعني ما زال موجود فيه فاقت يمكن 5% بس النسبة دي قلت بدلا ما كانت عندي 15% بدأت تقل نتيجة عمليات التخزين بيزود الانتاجية كمان أكتر معانا إيه استخدام الميكانة الحديثة طبعا لأن انت وانت بتستخدم الألات القديمة والبدائية بيوبغى فيه عندك نسبة فاقت لما تستخدم الميكانة في عمليات الحصاد وعمليات التزرية كل ده بيوفر معايا في نسبة الفاقت وبيحسن معايا في الانتاجية النهائية عظيم دكتور سيد الحقول الإرشادية بتفيد المزارعين بإيه وتحدثنا نتكلم عن بداية زرع الأمح كل طبعا نحن عارفين أن كل محافظة أو كل منطقة بحري غير إبلي غير الأراضي المستصلح حديثا لها توقيت للزراع ومعتقد أن المزارعين نفسهم فاهمين حاجة زي دي كويس الحقول الإرشادية والحملة القومية للأمح اللي بتنفسها وزارة الزراعة بتتعاون مع أكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا من نساش الدور بتاعها في الحقول الإرشادية تقريبا الثلاثة وثنين من عشر مليون فدان مزروع منهم تقريبا حوالي مليون فدان زراع على المساطب الزراع على المساطب دي بتوفر ميا بتزود معايا الإنتاجية لدرجة أن الأمم المتحدة والفاو وقد الحقول الإرشادية بتاعتنا والزراع على المساطب قصة نجاح لزراع المصري لأن دي بتوفر فيه سلاك الميا بتوفر فيه سلاك الوقود الطاقة كمان في نفس الوقت بتزود معي الانتاجية وبالسهل معي استخدام الميكانة الحديثة هذه الحقول الارشادية يتبنها الفلاح الدولة بتعملها وزارة الزراعة ومراكز البحوث لان بتطبق فيها مجموعة من المعلومات الزراعية الجيدة والممارسات الجيدة بيجي اهلين الفلاحين يشوفوا الحقل الارشادي بيقيموه وبالتالي هم يتبنوه بيبدأوا يتوسعوا سنة ورد تانية في زراعة هذه الحقول الارشادية ونأمل ان الانتاجية في الحقول الارشادية تعادل الانتاجية في الاراضي غير الحقول الارشادية لان الحقول الارشادية ومتوسط انتاج الفدن بيصل الى 30 ارداب لانه بيطبق فيها ممارسات زراعية جيدة بيطبق فيها حزمة من التوسيات الفنية ده مكسب كبير جدا للمجارب فبالتالي نأمل ان الحقول الارشادية والمساحات بتاعتنا الاخرى تقرب الانتاجية من الحقول الارشادية انما هي اضافة مهمة جدا ان احنا نطبق هذه الحقول الارشادية ونطبق الزراعة على مصادر نتوسع فيها في زراعة الأمح دكتور سيدي ممكن مساحات زراعة الأمح تخطط 3.600.000 الفدان ممكن هذا الموسم بطاقة انتاجية حوالي 5 طن الفدان احنا بنتكلم على متوسط انتاج الفدان لو قلنا 18 أو 17 يعني احنا تقريبا هيقب عندنا انتاج حوالي 9 مليون طن لانتاج المحلي 9 مليون طن المستهدف السنة الجاية يعني الموسم الجاي اكيد في خطة مستهدفة للسنة الجاية ايه هي الخطة دي وايه الخطوات اللي بتديني ناخدها في مصار هذه الخطة شوفي عشان نتكلم بصراحة احنا عندنا المساحة الأرض الزراعية في مصر في الواد والدلتا 6 مليون فدان بنزراحهم في الصيف لان القمح بينفسه شتوي بينفسه في الشتاء مع بعض المحاصيل اخرى زي البرسيم زي الفول بنزراح في نوفمبر تعريب في نوفمبر وبالتالي هو محصول شتوي بنفسه في الشتاء معاه على نفس المساحة البرسيم ومحصيل البقليات ومحصيل البساتين اللي هي بصفة مستهدفة عشان نقولنا توسع داخل الوادي والدلتا ده هيوبة صعبة جدا لانه هيكون على حساب محصيل اخرى لها احتياج بالنسبة وبالتالي المشروعات القومية ومشروعات توسع الوفقي اللي اطلقها السيد الرئيس الدلتا الجديدة ومستقبل مصر ووسط وشمال سينة هي دي اللي بيزيد فيها مساحات الامح سنويا والسيد الرئيس بيهدف زيادة مليون فدان من مساحة الامح في الثلاث مشروعات الكبيرة خلال العامين القادمين اللي هو الدلتا الجديدة وطوشكة ووسط وشمال سينة انما داخل الوادي والدلتا التوسع في زراعة الامح هيكون على حساب محصيل اخرى شتوية هامة جدا بالنسبة لنا زي البرسيم وبعض البقليات الاخرى عظيم خلاص المزارعين جمعوا ودرسوا وخلاصوا كل حاجة وعبوا في شكاير وراحين دلوقتي يوردوا للصوامة هل العملية بتصير بسهولة هل فيه شكاوى من المزارعين في عملية توريد حتى الان لم نرصد اي شكاوى في عملية توريد لان الحكومة رصد 47 مليار جنيه لدفع الثمن الامح للفلاحين كل التأرير والمتابعة حاليا بتقول انه خلال 48 ساعة بيستلم مستحقاته لم ترد حتى الان اي شكاوى من عدم حصوله على مستحقاته الامور كلها حتى هذه اللحظة لم يتم رصد اي شيء يعني كل الفلاحين مبسطين بيوردوا محصولهم بيتفرز جوه في الصومة نعم بيتفرز جوه في الصومة في الصومة بيأخذ عينة وحسب نسبة النقاوة بتاعته اللي حطاها وزارة التموين مع سلعة التموينية معاية سلامة الغزاء بيحدد السعر بتاعه بيصرف مستحقاته خلال 48 ساعة لو هنقول مثلا من ساعتين فات وفندم والنهارده السنادي زيادة نسبة المزارعين اللي قرروا ان هم يزرعوا امح قد ايه تقريبا المساحة في الواد والدلتا سبتة يعني في الواد والدلتا في 6 مليون سبتة انما اللي بيزيد معانا مساحات في الاراضي المستصلحة في مشروعات للستصلحة جديدة هي دي اللي بيزود معانا المساحات سنويا لان الواد والدلتا زي ما قلت دي بيحددها عوامل اخرى بيحددها مرتبطة بمحاصيل شتوية اخرى معاها لها اهمية وبالتالي ده اللي بيزود معانا مساحات الامح هي المشروعات الجديدة ومشروعات التوصل عظيم دكتور سادي معرفة المزارع نفسه بالصنف اللي بيتزرع في الارض او اللي يصلح لهذه الارض او اللي بيقاوم الامراض والافات اعتقد ان دي مهمة جدا لانها بتنعكس على زيادة الانتاجية وكمان دول الارشاد الزرايلي دول مهمة جدا في توزيع الخريطة الصنفية بحيث ان احنا نختار الصنف داي ولائم هذه الارض مظبوط؟ صحيح ففي تواصل مستمر ما بين وزارة؟ صحيح ساخة 95 ايا كان الصنف وبالتالي هو بيتبناه بيشوف انتاجيته وبيتبناه وزارة الزراع عاملة خريطة الصنفية زي ما حضرتك تفضل بتحط كل الاصناف حسب المناطق الملائمة لزراعتها يعني لما بيتكلم في الصعيد بيزرع مصر واحد مصر اثنين يعني بني سويف الى اخره بيتكلم فوك بحري بيزرع اصناف تلائم الظروف البيئية والمناطقية بني سويف ما ينفعش فوك بحري اعتقد يعني بحسب ما انا فاهم ان هو من الامح اللي بيشتضم في صناعة الماكرونا بالزبط فما ينفعش فوك بحري بالزبط هو زي ما حضرتك تفضلت بني سويف عشان داويل واحد وصوهاج اثنين كل الاصناف دي اصناف الماكرونا او ما يطلق عليها ديورم اللي هو الاصناف القمح الصلب اللي بيصنع منها الماكرونا ودي كلها بتزرع فوك بحري بتاع الخبز بقى كل اصناف الماكرونا بتزرع فوك بحري اصناف الخبز بتزرع معظمها فوك بحري وجزء منها فوك بحري طيب مهم جدا يا فندم ان احنا نلقي ضوء على التحديات اللي بتقابل المزارعين والفلاحين بشكل عام عايزة عرف من حضرتك ايه التحديات دي ايه اللي تم حلها منه وايه اللي احنا ريسا بنعمل عليه شوف مش هخرج برا الموضوع ولكن بحكم ان انا مشارك في الحوار الوطني ماذا يريد المواطن المصري من الحوار الوطني مزارع بقى وهنتكلم على المزارع من وكة نظري اه مسلس التنمية في حاجة يطلق عليه مسلس التنمية مسلس التنمية هو الغذاء والماء والطاقة مسلس التنمية البشرية هو الصحة والتعليم والنقل والمواصلة دولا تقريبا الست محاور اللي هموا اي انسان بس الحياة الغذاء والماء والطاقة سيد الرئيس لما اطلق هذا الحوار الوطني الغير مسبوك والهم جدا عشان يتواصل الشعب مع قائده كل دول العالم تراجع خطتها التنموية كل عشر سنوات وبعد دول كل عشرين سنة تراجع الخطت بتاعته لما نيجي نتكلم على الحوار الوطني وفيه لجنة خاصة بزراعه والامن الغذائي ودي مرتبطة اساسا بزراعه بالفلاح داخل الحوار الوطني لجنة الزراع والامن الغذائي طب هو الفلاح عايز ايه من الحوار الوطني لو هنا هنا بنتكلم على الفلاح الفلاح عايز توفير مسلزمات الانتاج عايز تسويق محاصيله بسعر مجزي بالنسباله توفير مسلزمات الانتاج بكل انواحها اسمدة مبيدات مخصبات عايز الدعم الفني من خلال الرشاد الزراعي وزميلنا في البحوث عايز الاليات اللي هو يوصل بيها للأسواق بسعر مجزي طيب النهاردة ده اللي عايزه الفلاح ده اللي عايزه من الحكومة او عايزه من الدولة او المواطن اللي هو عايزه الفلاح طيب النهاردة هل فيه منجزات تمت للفلاح ولا ما فيش عشان نقوم منصفين عشان نبني عليه طبعا النهاردة لما الفلاح بياخد سعر مرضي ومجزي من الامح 1500 جنيه للأرداب لما بياخد 1100 جنيه لسعر انطار قصب السكر السنة دي لما ياخد 1000 جنيه لسعر الطن من بنجر السكر دولة 3 محاصيل استراتيجية أصبح هناك الحكومة ملتزمة بيهم وفيه سعر ممزق دا معنا المحصول استراتيجي الرابع اللي هو الرز والأزمة اللي كانت في الرز العام الماضي طيب يبقى من دلوقتي الرزة هيزرع في منتصف مايو والشهر الحالي لابد تطلع الحكومة وتقول لأهالينا اللي بيزرع رز المساحة اللي هنزرعها رز محددة اهي في مناطق كذا وكذا وكذا وإحنا هناخد منكم طن الشعير الرز الشعير بأي رقم بسعر ومجزي مدروس صحيح عشان ما تحصلش الأزمة بتاع السنة اللي فاتت وأهالينا الفلاحين يزرعوا الرز ويبضمنين أنه هيورد وهياخد السعر المجزي زيه زي القمح زي قصب السكر زي بنجر السكر اللي عايزة أقوله أن الحكومة بدأت في إعطاء الفلاح حزمة تحفيزية من محاصيل وتسويه هنستكملها يعني دي الخطوة دي هتستكمل في باقي المحاصيل الأخرى مستلزمات الإنتاج بتشكل عبق على الفلاح لأنه فيه زيادة مضطردة دايما فيه مستلزمات الإنتاج الأسمدة والمبيدات وبالتالي لما نقول الأسمدة وسعرها بيزيد ولا غنى عنها وأصبحت ضرورية وأصبحت فيه حاجة ليها عشان زيادة الإنتاج السيد الرئيس وجه أن احنا يقب فيها عندنا وكان فيه افتتاح قرية المشروع بمصنع الأسمدة الأزولتية في العين السخنة عشان نبدأ نوفر كمية كبيرة من الأسمدة تعمل توازن في السوق وأي سلعة لها سعرين سعر حر رسمي في الحكومة ولها سعر برحر لازم يحصل فيها مشكلة وبالتالي هل نتجه في المرحلة القادمة إلى تحرير سعر السماد بحيث يقبى سعر سابت لكل الناس وإنت كحكومة عايز سدي دعم للفلاح للأسمدة زي ما أنت بتدهوله دلوقتي على شكرة الأسمدة تدهوله ده كله ده خلال الفترة القادمة هيتم درسه لأن أصبحت مسألة الأسمدة بتشكل عبق على الفلاح بجانب الموبيدات الحاجة التانية والمهمة جدا الموبيدات لابد يكون فيها رقابة عليها رقابة عليها من حيث أسعارها من حيث الجودة بتاعتها من حيث عمليات التداول بتاعت الأسمدة فيه لجنة رئيسية في وزارة الزراع اسمها لجنة الموبيدات الزراعية ولكن بنلاقي دايما بعض التسريبات لبعض الأسمدة الغير مرخصة وإلى آخره نحتاج أيضا إلى يعني ضبط أكتر رقابة أكتر تشريع هل نحتاج إلى تشريع قانون الزراع الحالي اللي بنعمل به لابد أن يتم تعديله لكي يتواكب مع المستحلسات الجديدة للدولة المصرية النهاردة في عندنا محاصيل شرعها للموية قلاص حدينا منها عندنا تقنيات حديثة زراعة حديثة زراعة زكية الجزء الهم جدا اللي يهمنا كلنا في مصر وهو التعليم الزراع المستدام لأننا دخلت عصر الزراعة الزكية وعصر الزراعة الحديثة لابد كليات الزراعة بتахتي عندنا 26 كل الزراعة وعندنا أربعة سروة سماكية فمصر وبالتالي لابد المناهج دراسية تواكب أننا دخلت عصر الزراعة الزكية وزراعة الحديثة لابد المناهج تتوافق مع ذوا عشان أقبير في منظومة متكملة طبعاً نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سيد خليفة نقيب الزراعين وارثنا في صباح الخيري مصر شكراً لحضرتك شكراً جزيلاً ونصنح لك طيب ونطيبين شكراً باللوقت مشاهدنا بعد موجز لهم الأخبار معالمياً شكراً لك شازلي أتى الساعة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي على نحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق وخلال استقباله رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكية مايك تيرنر وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أكد الرئيس السيسي أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابث المرجعيات الدولية مشيراً إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتثبيت التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكذلك مبادرات إعادة أعمار غزة وبدوره أكد الجانب الأمريكي محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب وجه الرئيس السيسي بمواصلة التنفيذ المحكم لكافة مكونات مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الحالية والمستقبلية بما يضمن استيعابه لمصر التنمية والتطور العمراني وما يتبع من ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر والجهود الجارية على جميع محاور المشروع مشيراً إلى أن مشروع الدلتة الجديدة يهدف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر يسهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة وتحقيق الأمن الغذائي فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي وذلك على هامش مشاركة مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي في مرسم تتويج الملك شارلز الثالث ملكاً لبريطانيا وخلال اللقاء توجه مدبولي بالتهنئة لوزير الخارجية البريطانية مشيداً بالتنظيم المتميز لفعاليات التتويج كما استعرض مدبولي الجهود التنموية للدولة على مدار السنوات الماضية من جانبه توجه كليفرلي بالشكر لمصر وقيادتها على المشاركة رافعة المستوى في مرسم التتويج مشيداً بما يربط مصر وبريطانيا من علاقات للتعاون ومتدة الجذور رحبت مصر ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جد بالمملكة العربية السعودية وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية أشادت مصر بالجهود السعودية والإقليمية والدولية التي أسهمت في تشجيع الأطراف السودانية على بدء الحوار كما عربت عن تطلعها لأن تصفر المحادثات عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار يحفظ أرواح ومقدرة الشعب السوداني الشقيق ويويسر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي إن الوضع حول محاطة زابورجيا النووية والتي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا أصبح غير قابل بشكل للتنبؤ كبير ويحتمل أن يكون خطيرا ودع جروسي إتخاذ إجراءات لضمان تشغيل المحطة بشكل آمن معربا عن قلقه البالغ بشأن المخاطر التي تواجه المحطة والمتعلقة بالسلامة والأمن النووي كما شدد على ضرورة التحرك الفوري للحيلولة دون وقوع حادث نووي خطير أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل تسعة أشخاص وإصابة سبع أخرين على الأقل على يد مسلحين عند مركز تجاري يشتد الإقبال عليه شمال مدينة دالس بولاية تيكسس الأمريكية وفي مؤتمر صحفي قال قائد الشرطة أن منافذ الهجوم تصرف بشكل فردي ولقي حتفه خلال الهجوم على أيدي أحد أفراد الشرطة بعد أن أظهرت لقاطات تلفزيونية خروج مئات الأشخاص بهدوء من المركز التجاري والذي يبعد نحو أربعين كيلومترا شمال شرق دالس وسط تواجد شرطي مكثف تواجد ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونة بهدفين مقابل هدف واحد وسجل رودريغو جوز في هدفي ريال مدريد في المباراة بينما سجل لوكاستور وهدف أوساسونة الوحيد ليحصل بذلك ريال مدريد على لقب العشرين في تاريخ النادي والذي جاء بعد غياب لمدة تسعة سنوات عن التتويج منذ آخر مرة في عام 2014 مشاهدي ننتهى مجزء التسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى 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 موسيقى